تحياتي للكم لكل عم بحضرونا اليوم بحلقتنا إن شاء الله يارب تكونوا هيك صحيين معانا مثل العادم صح صحيين عم تشربوا قهوتكم وبرضو بلشتوا بنهاركم لحتى تشوفوا وصفاتنا طيبة رح نعملكم إياها اليوم أكيد مع الشف خميس وانتو شفتو مباشرة للشف خميس فتحياتي للك تحياتي للك شافوا راسي ومكالين بايش عملتها هي شاف مسال خير مسال نور عشان طابع الرسمية يكون في بداية الحلقة بعدين منجرهم لعننا أول شيء يعني منعملهم كمين للمشاهدين كمين منعملهم كمين بعدين شوية شوية طلب جونا خلص إذن حكيت مسال خير حكيت مسال خير إذن شاف خميس اش عالنا وصفات اليوم داخل مستعجلة طبعا طيب اليوم بدنا نعمل ثلاث وصفات اليوم رح يكون في كيكة بناء على رغبتكم حيلا رح نعمل كيكة البردقان حيلا رح نعمل كيكة البردقان والشاي حيلا ورح نعمل كمان الطابر رئيسي رح يكون باستا مع كارونة البنة مع صوص أريكوتا من باريلا وكمان مع السبانخ بعدين بدنا نعمل سلطة الثمار البحر هاي الأشياء المفضلة بالنسبة لي من سلطات كتير كتير بحبها اللي بتكون كتير غنية بالسيفود ونحط فيها شوية حنضيات مع خس وكذا فحلقة اليوم مستاهلة كتير ان تفعلوا معنا وانكم تشيروها عشان تقدر توصلوا لوصفاتنا بأسرع وقت ممكن صفحتكم بطول الوصفات يعني عمان تيفي كتشن عم نكون معاكم على الفيسبوك باللايف فشيرو الحلقة لحتى توصل أكبر عدد ممكن للوصفات هاي اللي بحبوها مع ملك الإيطالي شوف خميس وكمان خليكم معنا أكيد لأنه رح نترحك موضوع رح نحكي فيه يعني اليوم بحلقتنا متل ما عودناكم دايما إذا شوف خميس خلينا نبلش بالوصفة الأولى وهي الماكرونة يا دانا الماكرونة يا دانا بني مع صوصي ريكوتا والسبانغ عنا ربع كوب زيت زيتون بصلي مفرومة معلقة كبيرة توم مهروث كوبين صبانغ ورق طازج وعنا نصف كوب جوز عين الجمل نصف كوب جبنة برمزان وعنا علبتين صوص ريكوتا من باريلا بكيت ونصف ماكرونة بني من باريلا ملح من ماكسيمز وفلفل أسود موسيقى 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 لا موسيقى بحب برضو الخير هون معنا مين زي مين اليوم بس عنجد احنا كنا نطرح هذا الموضوع اليوم انه في ناس بتحسوا لأسباب كثيرة ممكن انتوا تعددوها رح اترك الموضوع للكم انه ما بحبوا الخير لأحدا وما بحبوا يشوف حدا مبسوط قدامهم وما بيساعدوا كمان مش مستعدين انهم يساعدوك بأي اشي فشو رأيك؟ احنا احنا قررنا نطرح الموضوع بداية الحلقة عشان الناس اللي هذيك المرة تضايقوا وممكن كنا نتحدث عن هذه الموضوع في دورينج الحلقة اخذ وقت كثير مننا فعشان هيك بنطرح هذا الموضوع احنا عم نسمع عن قصص وكيف الناس يعني فلان عمش عارف ايش عامل مع فلان عشان ما يترزق فلان عامل ليش مع يعني كثير مواضيع عم نسمعها هاي الفترة للأسف كيف التعامل مع هؤهدون الناس حلو كثير ان نسمع منكم وكمان جاهزين للرد على اي سؤال بخص حلقتنا سريعا رح نبدأ بوصفتنا الرئيسية انتو بتعرفوا دائما ما بنحكي عن الماكرونة فاحنا بحاجة لانه يكون في عنا المي سخنة وطنجرتنا بنا نطبخ فيها شوي احنا كرياتي في اليوم لانه احنا عم نستخدم يعني عم نحاول نبتكر اشي بمع الاضافة بالصوص الريكوتا من بريلا رح نعمل اليوم احنا مع السبانخ انتو زي ما حكيت مرات اللي فاتت كانت تستخدم الصوص مباشرة تحطوه جوا التنجرة وتكونوا سلقين الماكرونة تبعتكم وتنزلوها فوق الصوص وخلص يعني اسهل اشي ممكن تعمله ولكن اليوم احنا عشان نطبخ شوية افكار جديدة فرح نعملكم مع السبانخ والجوز بطريعة كتير مرتبة اول اشي بدي اضيف زيت الزيتون جوه التنجرة المتعارف عليه فانتة انه مش لازم زيت الزيتون عندنا يغليج كتير لانه بدنا نقلب فيه البصل بدرجة حرارة معينة عكس الزيت النباتي او اي اشي اخر انتو مادة دونية عم تشغل فيها واكيد الزبدة ما بصير تغلي كتير على النار كمان فانتو هنا مخيرين بالزبدة او بزيت الزيتون بدي اضيف هلا البصلية عليها رشة الملح من مكسيمس تمام اول اشي خلينا احكي لكم انه استعملنا اليوم من باريلا عم نستعمل الماكرونة ونستعمل كمان البنة وبرضو عم نستعمل من عندهم الريكوتا اللي هو سوس البندوري مع ريكوتا تشيز طبعا هو مية بالمية من الطماطم الطازجة هذا السوس بنعمله كمان الحلو في انه ما فيه مواد حافظة فاليوم انتو تقدروا تختار هاي الخيارات باريلا كمان تتوفر عندهم كتير من المنتجات اللي هي غلوتا فهذا الاشي كمان بيساعد الناس عندهم حساسية لغلوتا انه يلاقوا البدائل للاشياء اللي بيحبوهم او بخصوص موضوع غلوتا فري انا بوعدكم الاربع الجاي ان شاء الله نشطل بمعكرونة لغلوتا عشان موضوع غلوتا بيور فالمرة الجاي بما انه احنا متوفر عندنا الباسطة من بريلال مرة الجاي يوم الاربع حلقة الاربع الجاي للناس المهتمين اللي معهم مشاكل بحسية الامحة ان شاء الله يوم الاربع الجاي راح نشتغل بالماكرونة اللي غلوتين فري من بريلال طيب انا هون الباصلات قلبتهم بزيت الزيتون بدي احط عليهم سن التوم تمام وخلي هلق راح نحكي عن الصوس هذا والريكوتا شوهية وكل هاي التفاصيل مهم جدا تعرفوها كمان هلق بدينا نحط التوم تمام بعدين بدينا ننزل السفانخ ونقلبهم مع البصل متفقين نوال مصر وده تعرف اشصار نوال اشصار 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 بتقول ليش اشصار شو عملت يا خميس شو عملت يا خميس على ايش حب الخير وهير لا والله يا نوال بس شوف خميس كلما شوفني لابس بوط ابيض منبلغ راح احكي لهم بصير بدأ يدعس على البوط الاويض واليوم انا لابس بوط ماما بس عشان تكون عافية فهي هددتني فايش عملت بس فكر رباطي يعني يالله المهم اعمل اشي المهم اكون انا رخم يعني اك بالضبط فشفتو كيف بس دايما هيك بعمل فيي طيب اذا انا فهمت اه انا فهمت شكرا بالضبط خليكم عندي بالضبط اذا شوف خميس سلم مع نوال بما انه هي هلأت كانت حابة تعرف شو صار هيقلنا لك شو صار يا نوال وكمان نرجع لشوف خميس انه حط هلأ السبانخ بفوق ال بالضبط فوق البصل والتوم زيت الزيتون نقلبهم طيب خليني احكي لكم ليش انا حطيت السبانخ انا باعتقاداتي الشخصية اذا بدنا نروح لانواع الجبن انا جدا بحب اعمل لما باجي اعمل حشوات للرافيولي للترتليني للكنلوني لللازانيا دائما ما بستخدم الريكوتا تشيز واحدة من اطيب انواع الاجبان اللي تستخدم للسطوفنج يعني للحشياء لاشياء الحشي زي ما انا حكيت انواع الماكرونات الفرشة اللي بتنعمل الهندمايد او الهوممايد زي الرافيولي ترتليني كنلوني او لازانيا ممكن واحدة من اطيب للاجبان ليش؟ لانه طعمتها كتير معتدلة اوكي والتيس تباعها ماش كتير طاغي وزي ما انا حكيت لكم ملمسها بالتوم كتير طريق كمان صحة صحة اليوم بريلا اعملت لنا احطها مع صوص البندورة الجاهز جاهزة عشان هيك عن جد هذا يعني من اهم من اهم الصوصات اللي ممكن تكون كمان انا كتير بحبها بعدين ممكن نعلق تعليق شيف حميس انه قدي يعني الجبنة واضحة بالصوص يعني انتم قدرين تشوفوا انه عم جد في هذا الصوص فيه جبنة لانها موجودة وواضحة ولون البندورة عم بيكون افتح كمان مزبور ومبين انه حتى القطع منها بعدها موجودة فيها واستخدامي اليوم للسبانخ لانه من اكتر انواع الحشوات المتعارف عليها مع جبنة أريكوتا هو السبانخ الرافيولي أو ترتليني فعشان هيك انا ضليتني ماشي ماتشنج مع الموضوع عشان ما نطلع بره القصة احنا صراحة بحاجة لانه نقلب السبانخ مع البصل المنيح بنتا لانه انا بالنهاية السبانخ رح يكون متجانس اصلا مع السوس وهيك رح تليلك كل حبة بني طالعة بيتمك معها سبانخ شوية بالسوس فراح تكون كتير مقبولة فبدي استمر بتقليبهم يعني لمدة ديتين اذا بدكم اطلعوا لفاصل بالضبط احنا رح نطلع للفاصل شوف خميس عبل ما تخلص تقليب السبانخ بنرجع نكمل الوصف ماشي يلا ورجعنا من بعد الفاصل لنكمل معاكم وطبعا بوصفاتنا الطيبة كتير لليوم بلشنا بوصفة الماكرونة مع سوس البندورة والريكوتا تشيز وهينا بنكمل معك شوف خميس تقدر مصن خير احنا بشان نور كمان مرة طيب طيب اسمعي ممكن حدا يقول انه او يتساءل سؤال وانت كالعادي مش كتير تعطي يعني تقرأي تعليقات للمشاهدين فعشان هيك انا رح اقترد السؤال انا رح اقترد السؤال واقولكم انه انا قلبت السبانخ منيح بالزيت ما بدي ورقة السبانخ لما احنا نحطها ونقلبها مع البصلة تحفظ على المي فيها لانه اذا اقتردت معي المي فيها رح تكون جوا السوس هيكة يعني دائبة بطريقة مش كتير منيحة بس قلبتها منيحة مع زيت الزيتون والبصلة الورقة تبعتها رح تطلع المي وتنشف ويتضل ماخدة شكلها الصحيح على الماكرونة فعشان هيك انا قصدت بالعمدة اني قلب السبانخ منيح جوا زيت الزيتون فهلأ بس يعني كمان دقيقة وبعدين رح نضيف عليهم السوس الريكوتا هلأ بدي انزل الماكرونة جوا المي السخني مع الملح وانا يمكن قبل المرة بنرجع من عيد بس خلاص لقدام انا مش مع الناس اللي بيضيفوا الزيت جوا الماكرونة عشان بتغلف الماكرونة وتبطل تاخد السوس على جانب انا بس بكتفي بمية سخنة بتغلي على النار فيها ملح من ماكسيمز اكيد عشان الماكرونة مادنة شوية لما بتغلي بمية فيها ملح فبتاخد الطعم مزبوطة جربوا اسلقوها من دون ملح ولما تأكلوا الماكرونة حتى لو انكم ملحين السوس وعملين كل شيء انتم شطرين فيه ستضل طعم الماكرونة بالتوم فيها اشيغالات لعدم وجود الملح في السلق فبدي اسلق بكتو نصف زي ما احنا حكينا من البنة طيب بما انه هلأ بدنا نسلق تسمحلي اقرأ تعليقاتنا بكما خليتلي مجال نهائيا اليوم عشان بكرا انا حكتلها بالفاصل انتي ما قرأت تعليقاتنا سبحان الله بحب اقولكم بالفاصل انا ما كنت هنا بالفاصل كنت برك عشان تكونوا عايفين بس يلا معلش 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 انت على كل حال شايفين من اللي عم بحكي اكتر بالحلقة فما في داعي انا ابرر نفسي على كل حال نوال برجع بسلم عليك كمان مرة وناديا قرقش كمان يساعد مساكي حبيبتنا بتسلم عليك شف خميس اكيد تحياتي اهلا وطبعا بتسلم علي مهضومة وعسل المطبخ بنتة شكرا للك يا ناديا حبيبتي القلب ام حسن بتقولك اسلام اديك يا شف خميس ومحمد عليها وكمان بمسي علينا احنا التنين بعتلنا وردات شكرا للك يا محمد احياتنا للك اهلا وسهلا وبيدي احكي لام حسن اللي بتقول مثل ورد والياسمين في كتير ناس ما بتحب الخير إلا الغير بيكون عنده نوع من الحسد وما بيحب يكون حدا ناجح مضبوط اذا نرجع من قول منرجع للموضوع انه الانسان اللي ما بيحب الخير لغيره بالعادة بيكون في عنده نقص نوعا ما بشخصيته بيكون ما بيحب انه يشوف وهو مثلا شايف حاله ليه انا حدا يكون احسن مني لا انا بدأ اظنى احسن من كل حدا حولي مضبوط وانشراح بدأ اسلم عليها كمان تحياتنا لقلك تمسي علينا انا وياك يا شف خميس تقول اشي بشحي تحياتي منورين يا حب تحياتي اهلا وسهلا شكرا لقلك يا انشراح وكمان بدي احكي لاخلاص المنصير احنا بنحبك كمان تحياتنا لقلك يا اخلاص وبرده امعادل نمري بتقولك مبدع دائما متميز بوصفاتك يا شف خصوصا السيفود هي بتحبه كتير تحياتي اهلا وسهلا اهلا وسهلا وبالنسبة للموضوع بتقول في كتير ناس ما بتحب الخير للغير وجربته اكيد لهذا الموضوع بس انا اكيد بحب الخير للناس والقربين لقلي تحديدا تحياتي لكم جميعا والموضوع اللي احنا محكي عنه اليوم هو موضوع مهم جدا ممكن احنا دائما منتطرق ان نطرح موضوع بالحلقة عشان ما تكون حلقتنا مملة ونحكي بس اكل احنا مش بحصة بالنهاية احنا بنعمل الاجواء عشان الناس كون متفاعل معنا واحنا بعد ثلاث سنين وصلنا لمرحلة انه عن جد سرنا احنا كتير متابعينا كلهم امور رمالتين بحدا بس سرنا نفهم لكتير من الاسماء الموجودة بمجرد من تعليقهم سرنا نفهم لهم يفهمونا هذا الحكي خلاص تعودنا عليه فالمتابعين اجداد انه يتفهموا الفكرة تبعتنا انه احنا بنكون عيلي كلنا بنطرح موضوع نسمع ارائكم وهيك نتقارب من بعض اصلا صح فموضوع تحكي اليوم عنه فانتا هو موضوع كتير كتير مهم انا نفسي عشته انا على الصعيد الشخصي العملي اشتغلت مع ناس اذا ما بيحب يعلم اللي تحت ايده عشان ما يتعلم ويخاف على حاله حكيت ممكن هذا الموضوع قبل فموضوع عدم حب الخير للناس وهذا منتشر بكل اشي بمجتمعنا كل اشي على مستوى العيلة ممكن تلاعي على مستوى الميهنية ممكن تلاعي بحياتك الاصدقاء ممكن تلاعي فوينما تروحوا هذا الحكي للأسف مش موجود بس الخير في امتي اليوم الدين الا يكون في ناس اكيد بيحبوا الخير للاخر فاني هذا موضوع احنا بدنا نتبعه فيه طيب فانتا انا هلأ الثمانة خيكة رضيت عن درجة الطبيخ تبعته بالزيت كانت تضحك وتحكي اشي لا لا لانه سهام تقول مال الموزيع عليك يا شف المشكلة ان هو اللي بلشان فيه يا سهام يعني كل حدا بعرفنا بعرف كتير منيح ادي عصابيك يا سهام اول اشي هيقاطعني ما بدو يعني احكي وعشان انا عم بدافع عن حالي خلص 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 لا خلص انا سهام ما رح ما رح احكي ما رح احكي خلص دائما هيك تتامل فيي بتتطهد حقوقي على الهواء وتأخد مني الهواء طول الوقت بتقطعني كتير وانا بالحلقة سيحان الله ومشكلين علي هون تكتلات داخل الستيديو اسهام فا ايدكوا معنا هيك بالتعليقات دليك بالفعل يا حرام يا حرام والله كلهم حزنوا بالجاليري يا سهام لو ارجيك ايهم كيف كلهم هايك حزنين دموعهم نزلوا انه قدي خميش بيحزن ومسكين امك نفسها ترفت لانكم يا الله والله خلص 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 خلينا ساكتين خلينا ساكتين هلا نرجع لطبختنا نرجع لطبختنا ولا نكمل لا تقلعي سيحان السبانخ بعد مقلبتهم منيح فانيتا جوال زيت مع البصل سأضيف عليهم يعني أبو ثلاث معالق هيك من مية السلق تمام السبانخ لما بتتقلب وكتير زاكي على فكرة ممكن بخبز غمسوها هيك وتاكلوها زي الهنبي وزي الأشياء التانية بس بدي أنوه لشغلة كتير كتير مهمة احنا حاطينا الملح من ماكسيمز عليهم بالبداية فانيتا عشان نقلب البصلات ونخلي البصل الطبخ أسرع بس لا تنسوا انه السبانخ واحد من الورقيات الطازجة الذي يحتوي على مادة اليود بنسبة كتير كبيرة فيعني بدنا نكون حساسيني بموضوع الملح لما نطبخ السبانخ لأنه من الورقيات المالحة يعني التي تصنف انها مالحة فعشان هيك لازم ننتبه على موضوع الملح عشان هيك شف خميس لازم تستعملوا ملح ماكسيمز لأنه ملح ماكسيمز خالي من اليود واحنا هادا الاشي هاي الخيارات ندور عليها هلا الملح البحري الخالي من اليود وهي الشغلات اكيد كلها متوفرة عن ماكسيمز بالملح اللي عندهم الملح البحري وغيرها من المنتجات برضه اللي بتلاقوها موجودة عندهم مزبوط مية بالمية بنتا هاا ها ها شوفوا اريد قرأ تعليقات لا 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 ما بدي اقرأ تعليقات بس عندي عندي سؤال انت ذكرت شغلي شف خميس قلت انه هذا كثير طيب انه السوس حتى بيتغمس هلأ لما نذهب المطاعم الإيطالية بحطر لنصحة الفاستا مزبوط اوكي وابكون جمبه هيك خبز هاي مش لهذا الغرض لانه انا هيك بعمل بنيت قاعدة في راسي انه مش انه ياك عملنا بولونيز صح لا انا وثمارة اه ماذا قلت لهم؟ والله لا قلت لها ولا أجبت لها سيرة عن هذا الموضوع لكن صحيح أننا ليس كثيراً أصحاب على الهواء أبداً مصحباً لكن هناك تفاهم بموضوع الأكل قمة المتعة تبعتي عندما أكل بقاية الصصة الموجودة بالخبزة خاصة الصصة البولونيز، الصصة الحمرة يا الله إذا كان هناك جنبهم قليلاً بلسمك وزيت زيتون ورشة ملح عليهم بالضبط؟ أسكأ شيء بالحياة خبزة الباكت المحمصة وإذا كان سورده أيضاً ممي بالمئة، سأضع عليها قليلاً توم الضبط، الضبط، الضبط وإذا لم تغمسوها، ستكون عدد أطيب وأطيب والذي قلتها الآن والله أقول لك شيء أطيب، شيء يمكن أن تأكله الصصة الباقي، عندما نأكل صص طيب عن جد ونأخذ خبزة المحمص طبعاً ليس شرط باكت، ممكن أن نأخذ خبز حمام خبز فرنسي، أي شيء يكون محمص وتأكلوا مع الصصة اللي يكون مع الباستة ديوني يقول أكل وإن تأكلوا أو بعدما تخلصوا، أطيب شيء بالحياة فأنا لم أتحدث هذه المعلومة، أتحدث هذه المساءات آآ لا، نحن نتفقين على هذا الموضوع بالضبط، هذه الأيضان لنا شغلة أنا وغانت تتفعلها يا الله بسيطة، ما نريد أن نساوي طيب، ما أريد أن أفعل؟ بعدما نضع الماء السلئ على السباني، دعناها تغلي وكما أخبرتكم، هذه الحركة هي تأسيس الطعم الرئيسي المكونة، نشطل فيها أريد أن أضيف الآن صوص الريكوتا من باريلا تضيفني الريكوتا عن جد وضحة في فانيتا الآن، نضيفنا أول مرتبان، نضع الثاني تمام، هذه تعمل الوصفة، هناك بكتين مع كارونا من باريلا، فلا هيك ستضع علبتين؟ بالضبط، الآن نضيفهم مع بعض تخيلوا الآن تجانس الطعمات التي تصبح موجودة وأرجع أقول أن من أطيب الحشوات، عندما نذهب إلى أشياء حشوات كما قلت، دعنا نقوم بعمل لزانيا نقوم بعمل لزانيا بصوص الريكوتا لأننا لا نستخدم صوص الريكوتا، نقوم بعملها بصوص الريكوتا ونقوم بعملها مع السبانيخ صدقوني، ستصبح أطيب لزانيا بالتاريخ لانتظروا أننا متفادرها مع جاج وخدرات ship كلها بتصبح الأشياء لزانيا اصبحتك كثيرا والأشياء Woods يعتبر لزانيا هو مع العملت الأشياء بعدها نعمل لزانيا مع العملت الأشياء نعمل لزانيا مع العملت الأشياء إن شاء الله. إذا نشاف خميس نخليها تتقلب قليلاً ونطلع على فاصل. إبليس. إذا رجعنا من بعد الفاصل اللي مكملين معكم وصفاتنا وصفاتنا وصفات خميس اللي إن شاء الله عم جد يلحق يعملهم يوم كلهم. بس إن شاف خميس تفضل اللي رجعنا لك. أنت ليه عندك شكي أنني مش رح أخلص وصفاتنا على الهوف؟ لا أعرف. كيف حسيت؟ حساتي؟ إحساسك ليس بمكانه؟ إحساسك. تتحديني رح أخلص. أنت تعرف أي ساعة داخل هون بسبب؟ إيش اسم البرنامج؟ لا 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 ما هو خلص. لا هو قال لي عادي يعطوني تصريح الشباب حكتوني عادي يحكي. خلص لا إحنا إحنا مجيين نحكي على العالم. لا عايب خميس عايب. والله والله عايب. مجيين نحكي على الناس. طيب يلا تفضل شب خميس. تفضل. باية عندك؟ نعم. ما عشي يا شباب. أخروني ودخلونيش على الحلقة الباية عندك. لما بتحضروه مع القولهم على السوشيال ميديا. ليش أخرتوا شب خميس الحلقة الجاي هاي. الحلقة الجاي أخروني فيها على الهواء. وهم يصوروه. أنا ضلتني بره لساعة وانتين للورو. بعدنا عم نحكي عن فعل الخير والناس. مهم من زملائنا وأصحابنا بس كمان يعني. طيب أوكي. شب خميس المهمة عشان تعرف بنا نخلص الوصفات اليوم. طيب هي فانتا كنا قبل الفاصل احنا عم منجهز صوصنا. اللي صار جاهز. بس انا ما حطط له الفلفل. فابدي احط له الفلفل اسود. أوكي. وهيك صوص لنا صار جاهز. بس انا بدل اليوم اعمل معكم التركة كتير مهمة. وبيساوها كل شفات الطليان. هم اصلا ما بيخلصوا المعكرونا ابدا. إلا لما تصير هاي الحركة. وهي لما بيحطوا الزيت الزيتون والجبنة قبل مرحلة السكب. وبيحركوها كتير منيح مع بعض. زيت الزيتون لازم يكون بارد. وجبنة البرمزان لازم تكون كميتها كتير منيحة. انا بس بدي اصبر هنا على سلق المعكرونا كمان دقيقتين. وخليني احكي عن موضوع السلق. المعكرونات زي البنة بتاخدوا 12 دقيقة تقريبا على مرحلة السلق. عشان تطلع معكم ألدنتي وفيها أرشة مقبولة. ليس أرشة نجيب بعدها طقم أسنان. لا أرشة مقبولة. عشان ما اقول لشف خميس فيها أرشة بكرة تحطيها لجوزك مش مطبوخة. وشف خميس ويلا الحاور شف خميس. ويلا حاسب دكتور الأسنان. أرشة بسيطة. يعني يا دوب لما تسلق المعكرونا. وتقطعوها هيك بسنانكم. بتشوفوا خط أبيض كتير خفيف موجود داخل هذا. اللي دائما ما بنسمع الشفات اللي زي بيتفلسف علينا فيه. ويحكوا لنا ألدنتي. ومش ألدنتي هذه هي المعصود. فننته سريعا. أنا عندي هنا الصوت صار جاهز. والماكرون عن تنسلق. بدنا نطلع بوصفة الكيك عشان. من ضيع وقتنا. تمام. كيكة البرتقال مع الشاي. عنا كيسين شاي من مدوريا. وعنا كمان كوب ماء مغلية. برتقالتين كبار. وعنا كان كوبين ونص من بطحين. مع الأكبيرة بيكين فاودر. رشة ملح. كوب بلوز. وكوب سكر. خمسة بيض. كوب زيت نباتي من جولدين كون. أخذنا مقادير الكيك اللي رح نعملها اليوم شاف خميس. مضبوط. أخذنا. مضبوط أكيد. أوكي. أول شيء بدنا نعمله. زي كل مراحل الكيك اللي احنا بنبدأ فيه. بدنا نحط كل المواد السائلة مع السكر ونضربها. اليوم احنا عملينها مع الشاي. الشاي لازم نسخن الماء ونحط فيه ميداليتين من الشاي. نتركهم بدرج حارة الغرفة. يعني. أول شيء نحطهم. نتركهم. لا يعني. بدك حطيها ساعتين. أو ساعة ونص حتى توصل بدرج حارة الغرفة. ويبرد الشاي. أوكي. فأنا عندي اياهم هنا. أريد انا عملهم من قبل. وطبعا الشاي اللي عم نستعمله اليوم يا جماعة. هو شاي اسمه مادوريا. هو شاي استرالي. تمام. من سنة 78. من حروفين كثير أكيد. وهم نعرفوا باللي كلاسيك شوف خميس. ولكن في نفس الوقت كمان. طوروا كثير من الشاي الموجود عندهم. لعملوا أشياء بتناسب كل أزواء العالم. يعني. انت اليوم. شو أكثر شيء تحبه. وشو الأزواء اللي بتحبه. شو زوءك بالشاي. رح تلاقي عندهم. ان كان. كامامايل. بابرمنت. غريم تي. والشاي الكلاسيك. انجليش تي. كل الأنواع الشاي موجودة عندهم. فأكيد رح تلاقيوا شغلات رح تحبوها كثير. طيب. سريعا. بدي أحط هلأ السكر. عندي هون. بعدين بدي أضيف عليهم البيض. بدي أضيف كمان الزيت. الغولدن كون. احنا عاملين واحدة وحطينها صراحة بالفرون. بس عشان نكون أعرفين. لأنه مش رح نلح نلحق بوقتنا. ما شاء الله. ما شاء الله. طفيت تحتها. ألا لا. لسه لا بدي أسحبها. انا حطيت هلأ الزيت. دعوني شوي. خلص. هون بنستخدم كوب من الزيت. من عند غولدن كون. نحركهم مع بعض كثير كثير منيح. بعدين نضيف عليهم الشاي. اوكي. بعدين هننزل عليهم المواد الجافة. كلها بعد ما ننخلها. ولا تنسوا ان احنا بدنا نستخدم كمان. برش البردقان. وأنا بفضل أضيف برش البردقان هلأ. لاحظوا انه مافي بالوصفي أبدا. فانيلا مثلا. عشان ناخد نكهة الشاي الموجودة. وكمان برش البرتقال اللي هو الأورانزيست. هذا الاشي اللي بنحكي عنه. أورانزيست اللي هو برش البردقان. مش لازم يكون فانيتا مع البياض اللي موجود. عشان ما يولد ناخد. مرارة. ناخد المرار تبع البياض اللي موجود. عيما اننا ما بقلش البردقان لما يتقشر إلا مع البياض اللي موجود. مش عارف ليش. اوكي. فابجدت أبرش البرتقال هلأ. ما تخافوا على البردقان لما بنبرشه. لازم تكونوا مجهزين لوصفة سلطة زي اللي بعد شوي رح ناخدها. حلو. فرح ناخد البردقان اللي هون ونروح فيه على سلطتنا. عشان ما تقولوا طب انتوا هيك خربتوا حبت البردقان وأخدتوا لها. طب شنا نسوي بالباقي؟ لا عادي برضو منقشروا منها كلها. ندوني باكرها. بالزبط. مية بالمية. ما تطلب مني أدعس على بوتك شف خميس. بس راح يا محا. أنا لابس إش بني فام ش راح يا محا. بدي أحيكي محا. لا بوت وسخ أصلا ما في دعا. طيب. سيهام تقولنا وريني سعد مساكم مساكي كمان حبيبتنا يا سيهام. و بدي أسلم عرنش حادة لنضمت برضو اللايف بتقول. ايش تقول. بيب أنا حبيت. أنا جيت متأخرة ربع ساعة. كيفكم أخباركم كيف الصحة؟ شو السؤال؟ شو رح علي؟ رح عليك كونا عم نحكي عن الناس اللي. لا أنا لو مكانك ما بحكي لها. جاي متأخرة مش هادة و تغشي شيئا. أنا بحبهم وبحكي لهم وبقول لهم كل شيء. بدي أحط بس الشاي. صح ولا لا. رح يحط الشاي الشرف خميس. طبعا بدي أقول لك رانا إنه إحنا كونا عم نحكي عن الناس اللي ما بتحب الخير لغيرها. و عم نحكي إنه شو يترى مثلا لتكون الأسباب يعني. إيش ممكن يكون برأيكم بفكر الواحد اللي بيعمل هيك بالناس. حكينا ممكن يكون في عنده مشاكل بشخصيته نقص أو متلا بحب حاله يكون هو دائما الأحسن من الكل ما بحب حدا يكون حدا زيه منيح. فهذا هو كان سؤالنا لليوم. شوفوا كيف غششت صاحباتها والمتابعين إليها. المتابعين كلهم بغششهم كمان. وعمدي مشكلة كل الفاتحة متأخرة هلأ أشعفهم. دائما أتوقف معها بس ماشي أوكي. كلهم بوقف معها فكري. ماشي. هلأ كلهم رح يقولوا لك هلأ. نحن نخلط الضحين. تمام. أوكي. وبهلوقت برضو دا أكمل تعليقاتنا رح أحكي لما مارغو عصفور تحياتنا لإلك كمان. تنسع علينا أنا وياك يا شف خميس تقول هي بتحب تحضرنا كثير كثير. وإحنا بنحبك كمان يا مارغو. تحياتنا لإلك. أهلا وسهلا. لدي أسلم عليك كمان تحياتنا لإلك يا هدى. نوال بتقول مع الأسف يكتير ناس ما بتحب الخير للآخرين. أنا أعتبرهم هدول الناس قاسين وحقودين ومحبطين وكلهم شر يعني. والله يبعدنا عن هدول الناس ويشغلهم بنفسهم. آمين يا رب. وإخلاص المناصير كمان دع أسلم عليك يا إخلاص حبيبتنا. تحياتنا عملو زهلا. موفق شف خميس للوصفات. شكرا. بتقول اللي ما بحب الخير للناس السبب يكون عندهم حسد وغيرة. خصوصا مجال الشغل صارت معي لازم يعمل خير عشان يكسب أجر من رب العالمين. أكيد طبعا يا إخلاص. رجاء بدوية كون تسلم عليك. شف خميس تقول لك بسم وإديك. تحياتي. تحياتي أهلا وسهلا. وبرضو بدي أسلم على. هدى بتقول وصفاتك بتشحي خاصة الماكرونة. شكرا. وإيش حاسي حالي أني اللي بحكي أكتر منكم. لأني أنا بالعى راديو هاي نوال. نوال أنا أعرف كمان حدا بيطلع معي بيحك كتير. متمم متني ضحاك. أميها بدأ أسلم عليك يا أميها بتحياتنا لإلك كمان. وبرضو صباح المصري تحياتنا لإلك. بالنسبة للموضوع أنا بحب الخير لكل الناس. وما بحب أزعل حدا. عندما فيه ناس تحس إنه بالنسبة لإلهم سعادة الآخرين. أولوية لإلهم أكتر من سعادتهم. هدول بنوجه لهم تحية الناس. أكيد. طبعا أنا بدأ وجه لهم تحية كمان. ماذا يريدنا أحسن من ذلك؟ شوف شوف خميس بصدق. ودوجه تحية هاي. فيه شخص أنا عارف أنه بحضرنا اليوم. وبرضو كان نقاشنا هذا الموضوع اليوم. لأنه هو بحب دائما يسعد غيره أكتر. هو يكون يسعد حاله ويكون مبسوط. فأبدأ أقول له مرة تانية مش عيب هذا الأشي. ومرات إحنا بنعمل هاي الأشياء. منكون أصلا ساعدين لأنه أسعدنا غيرنا. فأنت برضو تعتبر نفسك أنه أنت مبسوط لما تعمل هذا الأشي. بس بنفس الوقت خلينا نحب أنفسنا شوي لحتى الناس تحبنا. لأنه أنا اليوم لما أنا بكون ما بحب حالي مثلا. وبعمل أشياء كثير قاعدة لكل حدا غيري. ولكن أنا نفسي ما عم بقدرها. هذا الأشي ما بخليت الناس تقدرني. فعشان هيك دائماً خلوا فيه لإلكم هيك حب خاصة معزة خاصة. مكان هيك لإلكم أنتو. مظبوط. بعدين الناس التانية. مظبوط. هو الفرق باللي حكيتي بين مثلاً حدا يكون أناني. وأنه البني أعدم اللي ما بعز نفسه وليس هيعز حدا غيره. يعني عشان هيك اللي حكيت بنيتن مظبوط كثير. أنا أتفق معها. يعني لما نقلنا نشي يتفق عليها لازم نحكي نتفق عليها. لازم نتفق عليها. إنه اتفقنا؟ إنه لا مش متفقين بالمرة اليوم. دقيني بعض من الصبح. إيش فيه؟ أنا مش عارف. لا أنا طايقتك ولأ أنت طايقني ولأ. خلاص يلا معلش ونا نساوي. فكريك خلاص؟ نقولهم باي. شكراً لإلكم تابعتونا. لا لا لا. مش معقول يعني. ما بنطيق بعض كثير بس. بس يعني مرات متحمل بعض. بس اليوم على الهواء مش متحملين بعض من مرة إذا أنا. طلعوا حطوا رخيش. كل هذا من وراء إيش؟ وراء البوت. يلا ليس مشكلة. أخاها البوت بس. شب خميس؟ نجيب الآلة. خلطنا إذا كل المكونات اللي أنت خلطتها بالمقدير وموجودة كل هذه. حرقة بالطرق. ما أنا كنت أقول لك حلينا أطفيها. لو سمحت. دعنا نطلعها أنا أقول أحسر. لا ما هو ما تطلع وهي سخنة. لا أطلعها. مش بتنفس؟ مش هلأ مش هلأ. آه ما هو. لما تأخذ هذا خلاص. يعني. إيش؟ إيش؟ لما تأخذ هذا القوام انتهى الموضوع. بس إن شاء الله أن يكون عندك الكفوف لو تشوفيهم بس عندك. الكفوف دور لك. دعنا نخليها. تحيي نخليها. تحيي نخليها. بسير؟ أنا مائل على الكيك والحلو. على فكرة. الكفوف وين؟ تحت تحت بأخر الدنيا. طيب هلأ أنا بدأ نزل الكيكي ونحطها على الفرن. درجة حرارة 180. أيوة. لمدة 45 دقيقة. كل ما بتكون الكيكي جامدة بهذا الشكل بيكون بدها وقت أكثر. ودرجة حرارة أقل. لأنه بيكون نسبة السوائل فيها منش كثير عالية. أوكي. تمام. وبدأ أقولكم كمان اشي. أنا نسيت أحكي عنه. أنه أنا أنا حطيت كمان شوية كربوناتسوريوم. تمام. كربوناتسوريوم. أوكي. عشان تساعد على الخوام يكون هشو. ويكون فوق سريعا. هلأ على الوجه. شو بنا نعمل. نحط اللوزات تعاوننا. ونرش البرمزان الشيز. لا البرمزان الشيز للباستا. يا الله ما كنت عارفة. هي عارفة. وإنه إطلع إلى فاصل نكمل. بالفاصل أنا أقول أحسن. فاصل. يعني أحناها كيفية مأحمشة. والله بتجنن الكيكي شف خميس صراحة. صحتين وعافية. بتجنن يسلموا أداك. صحتين وعافية. شو رايك طلع إلنا بوصفة السلطة. طيب أوكي تمام. خلينا نطلع بوصفة السلطة. وبعدين بعمل بدك يا دارا. السلطة بحرية. عندنا باكتين مشكل من أسماك. خاسة مقطعة. حبة برتقال. حبة بومالي. بصرة حمرة. ضمت كزبرة. ربع كوب زيت زيتون. ومرح من ماكسيم زقوف الفل الأسود. ، لقد تمام. الحمد لله. خلصت الحلقة. خلصت الحلقة. دعنا نرى إذا يلحق. بالضبط. إذا يلحق. نحرك الماكرونة مع الصوس الذي جاهز. الماكرونات مجرد نضعها على الصوس. على النار تقعد ثلاث دائئ. لكن ليس أكثر. لن تصبح كمان أفرق. وهذا نحن نتخلص. إذا نفعل شيء عربي على طريقنا. لنضعها في الفرن. وتركوها على النار. ستحركوها. هذا شيء آخر. الماكرونة مجرد نضفناها هنا. سنقول أنه لمدة دائئتين بالكتير. بالضبط. سنقول. ونسكبها مباشرة. طيب. أنه تحس كمان الماكرونة تتكسر. بالضبط. 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 أريد أن أعطيكم شيء. هذا الذي كنت أقصده في بداية الحلقة. تفرجوا وراء السبانخ. كيف يجبني الريكوتا موجودة واضحة جداً 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 جداً. يعني واضحة جبني الريكوتا بياضها موجود. واضحة. طيب. سريعاً ما سنفعل؟ نحن نسكب. نريد أن نسكب الجوز. ونكسره بهذا الشكل. نضيف الماكرونة بالنهاية. مع كتر. حسناً. هذا هو البس اللي بيدي. أنا أسف. طبعاً نرى خميس بس دا أقول لهم. نحن اليوم في عنا كثير بداية حتى نستعملها بدل زيت الزيتون. إذا تحبوا اليوم في عنا كمان سمنة البلقاء اللي هي بنكة الزبادي. نكة الزبادي. نكة الزبدة. سوري. نكة الزبدة. طبعاً نستخدمها أكيد بردو بالمعكرونات لأنه نكة كتير طيبة. نصبت. وكمان نبدأ لكم شغلة إنه يوميك عندهم عدة منتجات. متل ما حكينا لكم قبل شوي. في عنا زيت النباتي اللي هو الجولدن كوين. وفي عنا كمان سن جولد اللي هو الماركارين. وبردو نرجع ونكرر إنه اليوم. إذا انتم بتحبوا سمنة البلقاء ورحتوا ودورتوا عليها على اللون. وعلى الشكل فيه كتير ناس بتروح بتدور عالشكل. ما بتدور يعني. أول شي بتدور على الألوان والشكل اللي قدامها. فهي غيرت شكلها السمنة. شكل العلبة صار شكله مختلف حتى. يعني خلينا نقول اللي كانت العلبة الكبيرة صار حتى حجمها مختلف وشكلها كحجم مختلف. بس هو ألوان نفس الألوان نفس الشكل. نفس الألوان نفس الشكل. نفس الألوان نقرأوا ليس منتو بس. هذا متعود على اللون الجديد. هذا اللي تركي لكم عنه بالعادة. طليان مستحيل يسكب صحن باستا حمرا صوصها. يضيف جبنة البرمزان هلأ. ويضيف كمان زيت الزيتون البارد. لا يكون سخن. وشو يعمل فانتا؟ ويحركهم. يحركهم مع بعض. نعم. هنا النكهة بتكون واصلة لأعلى مراحل الزكاوي صراحة. وأشغل عنين الغاز الملهمش دائم شعرف ليش. نسحبها عن الغاز هيك. الله عشف خميس يعني. نحركهم مع بعض. شكرا فانتا شكرا. أنا أحب هذه الوصفات كثير. شكرا شكرا. لحركهم طعمة زيت الزيتون البارد يا جماعة. اللي راح تضيف نكهة غير عادية للمعكرونة. قصة وحكاية الحقيقة. أكيد. يلا. أين جاءت؟ هناك أحد أكبر. هذا؟ لا. غيرنا أصلا. ما كان عجبني. وانتو. أضعت واحد ثاني. طيب. أخذنا وصفة السلطة. أخذناها الوصفة. حلا. إن شاء الله. أنا هذا اللي كنت بحكيه بتناقش معاه فيه. يعني ما علش ما علش. أوكي. عديش ضايل معنا واحد. طيب. خمس زيادة أعملت وصفات. أنا خميس. يا الله. نسي أخذ حبة النرجسية اليوم. ما أخذها. ما أخذها. ما أخذ حبة النرجسية يا إلهي. كل يوم ترنى عليها بتذكرني. بتقولي خد دولة النرجسية. لو سمحت. حلا جبنة البرمزان هيك على الوجه. وهيك الباستا طبعتنا صارت جاهزة. أوكي. أريد أحكي لكم شغلة مش مجاملة. ريحة الماكرونة صراحة. بتشاه هي. عن جدك. فبنا نحي بريلة صراحة الصوس اللي عندهم الحية. فبدي أحطها الماكرونة هون. ونيأتي للباستا القصة. اللي عملوا ليها قصة هم تنتين. السلطة اسمها. سوري للسلطة. شفتوا كيف لخبطوني وعجئوني يدخلوني على المطبخ. مش بالحيط. طيب. سوري لكم بهذا الموضوع. بعدين حطتهم ماء وتلج بردتهم كثير كويس. لأننا نعمل فيهم سرطة. سلطة بادة. فأنا بدي أضيفهم عندي هون. جو هاي البولي فوق الخس. هلا أنا مستخدم ماكس ليفس. اللي هو الورقيات الصغيرة. اللي بتكون ما بين الجرجير. ما بين الورق الشمندر. يعني كثير هنا في تشكيل عننا من الورقيات. قدروا تستخدموا الخس اللي بريحكم. بعدين ننضيف الكزبرة. اوكي. بعدين بدي أضيف البومالي. كانت حبة بومالي كاملة. ولكن تم الأكل منها. قلصوها لربع حبة بومالي. كلها لقمة يا فكرة. واحدة خلف الكواليس. ما بنقدر نحكي اسمها. لقمة مش لقمة. بعدين بدناها. يلا يلا بسيطة بسيطة. بومالي بصل أحمر. شفتي. عن جد يعني. هذا اللي بحب الخير للناس. واضح يعني. بالضبط. شفتي يا رنة. شفتي يا نبعد. يا الله عن جد. أنا مش طبيعي والله. لا تحبك بكير للمرس. نعم بيحدنا. سمر يونت سلم عليها يا سمر. سمر يونت زعلان منها أنا وليش حكي. لا 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 ما نزعل من سمر. نحن منحبها لو سمر. لا زعلان منها. لا نحبها لا نزعل منها. أصلاً أنت تعرف أنه ما بزعل من سمر. طبعاً. سمر جايب تعرفي؟ أمتى؟ بشهر واحد. يلا ممتاز معناته. رح نشوفها قريباً. ماهرته تنجود. سلم عليك تحياتنا لإلك. تحياتنا لإلك حبيبتي القلب. تقول ريح بلاشت توصل لكندا يعطيكم العافية. سحوها إن شاء الله كمان. شكراً شكراً. تيجي إنتي كمان من كندا لهون. ريهام تحياتنا لإلك يا ريهام بواب منورين. بتقول شوف أعمل لنا سرطات للرجيم. تفضلي يا ريهام. هاي صلاة سريعة. هاي صلاة ممتازة. بدي أسلم عمي كمان. هاي سمر بتقول سلامات منورين مبدعين. شكراً لإلك يا صمورة. عيدة ماضي. سلم عليك يا عيدة. بتسلم عليك كمان. بدنا تعملوا مكمورة. عنا وصفة مكمورة. من الشف خميس ولا ما عملتها إنتا؟ عملنا. عملتها صح؟ تعرف لو أنك مش متذكرة. بلا عملتها صح. عمل وصفة مكمورة. بتلاقيها على اليوتيوب أكيد. إذا بتكتبي اسم البرنامج. أو الشف خميس. والوصفة أكيد بتطلع عليك. قلتوا بشيف خميس بطالك كل شيء. مش ماخد الدواء. مش ماخد الدواء. مش ماخد خلينا. طيب نسلم على ميتاق وجدان. اللي معها منشوف اسمها. لأنها بالعمرة. يا رب يعني. الله يتقبل. عنجد عمرة مقبولة. يا رب حبيبتنا يا وجدان. طيب. ننجي لحبة البردان. ناخدنا إشارها. طبعاً. نعمل هكذا. وهكذا. نعم. اللي بقول لي. طلع على الإشار بزع منه. أنا لازم أشيل البياض مضبوط. فعشان هيك أحطينا أول حبة. فعشان هيك. بنمص البرداني معها. بالضب. وبقول لكم قال إنه ما تكبوها. وما تستخدموها إش هو. مين اللي حكا؟ أبو سمر. أروح كل سندوشات فلافل. لا بدأي. ندخلش عندي. أوكي؟ أوه هيك. وهي صار الموضوع طيب. مريا مش بارد أسلم عليك. مساكي ورد وفل وياسمين حبيبتنا. وكمان بدي أسلم على قصي. قصي العادي. تحياتنا لإلك يا قصي. تحياتي لإلك. شكرا لإلك. تحياتنا لكم. اشتقنا لك يا قصي. وكمان بدي. إيش رانا بتقول مثلا. هاي شوفي كيف الشف بغار من فنتا. مع متابعينها ومحبينها. حب الخير لغيرك يا شف. رانا خلي فنتا ترد عليك على الإستجرام. لما ترجع تسقيني على وصفة الوصفات. رانا أحكي له. أوليله. أوليله. بس أوليله. حسنا. هذا الجات لماذا هنا؟ لا أعرف أنت رجعت تسقيني. أنا ضبيته بالخزاني. من وراكي أنت ورانا. تسقيني من أول الحلقة وهو محطوط هنا. ونضب في برجة بطلع. أنا مش معقول. حسنا عملنا سحر. طيب سأضع الملح من المكسيمز بنتا على زيت الزيتون. ونحركه مع بعض. تمام. لاحظي أنه لا يوجد أنواع العصائر الموجودة. لأنه فيها العصير. هناك البوردقان الطازة. وفيها أيضا البومالي. حركت زيت الزيتون. أضيفه. أم روان تسلم عليك. أسكر كيكو يسموا أيدك. تحياتي أهلا وسهلا يا روان. أم روان. ولا روان. ولا أخوان روان. تحياتنا لكم كلكم. حسنا نحرك وتعطينا الجاطمن عندك. أكيد طبعا يا شف. أكيد. فضل. تأثير الدواء بلش. ما أخده ما هو. على أساس. حسنا نحسون أن أسلم عليك. أسلم على مالك الشريف أو ملاك الشريف ما بعرف. يوسف العراقي. أسلم عليك. وأم أحمد القويدر. تحياتنا لإلك. تحياتنا لإلك. وأسلم عليك. تقول يمي يمي. وأسلم على أم عادل النمري كم مرة. وأسلم على ميسر الهجاوي. حبيبتي القلب. تحياتنا لإلك. تحياتي أهلا وسهل إليك. شفت الإسم. وسوزي ستشهر معكرونة فتحياتي لإصلاقها. وأم إسماعيل قويدر ستشهر عليك. وتحياتي أهلا وسهل. وأبوح ذلك. كل شخص كمان تحت ميسود. ميسود دواري سيتشهر عليك. حسنا أحياتي لميسود. حسنا لقد أخلصنا للإنسان في نهاتي. حسنا للذوق التحياتي. لا يصل هناك أخرى أسلام. ستحان الله، بس اتأخرنا أربع دعاية، ساحب انا سأضع الصلاة هناك مخرجنا هادي يلا خلينا نذكر بلوصفات نذكذكم ان اليوم احنا عملنا ثلاث وصفات وصفتنا الرئيسية كانت بصوص الريكوتا من عند باريلا واستخدمنا بنت الباريلا كمان من عندهم وعملنا صوص طيب كتير مع السبانخ قدمناها اكيد مع جبنة البرمزان والجوز وصفة الثانية كانت كيكة البرتقال مع الشاي وصفة لازم تجربوها حقيقة الكيكة راح تكون كتير كتير طيبة سلطتنا كانت من عند اسماك سلطة ثمار البحر اللي قدمناها اكيد مع الخس والبصل الأحمر والبومالي وكمان البردقان ان شاء الله بشوفكم بحلقة جديدة بكرة تفضل حضرنا كاستين شاي عشان ناكل الكيكة لو سمحت مش رح عمل شاي خلاص هلأ بعمل شاي كافتير يا ملكاتي يلا سلام علي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة